السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدين من جديد نفتح نافذة على تطورات الأسواق العالمية هذا المرة سنتحدث عن الذهب والتوقعات بالنسبة لأدائه في العام 2012 التقرير الأخير الذي صدر عن مجموعة فوربس الأمريكية أشار عدد خمسة عوامل ستحتكم إليها أسعار النفط في العام 2012 طبعا قبل ذلك هرت الكير بأداء الذهب أو طبعا أقية الذهب كسعر خلال العامين الماضيين منذ بداية 2010 وحتى نهاية 2011 وحصلت الأداء كانت ارتفاعات بـ 58% وقفزة بـ 635 دولار أو بأكثر من 635 دولار أقية الذهب كانت أقفلت عند حدود 1732 دولار للأقية كآخر محطة لها في العام 2011 هل من أنها اخترقت قمة جديدة أو مساوية قياسية عند 1920 دولار للأقية في الصيف الماضي أو في شهر سبتمبر الماضي بين سبتمبر وأكتوبر كانت تتحرك في هذه المستويات وقبل بعد ذلك دخل الذهب في حالة من التراجع وما تم محاولات للارتداد نفس هو ذات السيناريو الأبرز في العام 2011 على المستويات سجلت في هذه الفترة في شهر سبتمبر بين شهر سبتمبر وأكتوبر مثلما سبق وذكرنا على المستويات كانت عند حدود 1920 دولار للأقية تلاجعات إلى حدود 1535 دولار للأقية وما تم محاولات للعودة من جديد إذن هذا ما يدوره بالنسبة للذهب وما حصل بالنسبة للذهب كمحصلة أداء في 2011 ارتفاعات بـ 22 في المئة مكسب 311 دولار تقريبا للأقية الذهب كمحصلة أداء منذ بداية هذا العام ارتفاعات بواقع 167 دولار استعادة لمساوية 1700 دولار وارتفاعات بحدود 11 في المئة إذن هذا يعطي التصور أو يعزز التصور والتوقعات بشأن عودة الذهب للأرتفاع في 2011 نتيجة خمسة أسباب عددتها مجلة فوربس الأمريكية أولها تواصل مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالإضافة إلى قلق المستثمرين بشأن أزمة منطقة اليورو أو أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وكذلك التحوط بالذهب لدى صندوق الاستثمار الاستثمار أو طبعا دفع صندوق الاستثمار عملائها للتحوط والحماية أنفسهم بالذهب كذلك العام الرابع الذي ترى فوربس أنه سيدعم الأسعار في العام الجاري هو ارتفاع نهم الصينيين للذهب وحبهم للذهب والمقتنيات الذهبية والمجوهرات تحديدا بالإضافة إلى ندرة الودائع الذهبية وارتفاع تكليف الإنتاج وكذلك تكليف المناجم أو إنشاء مناجم جديدة لاستخراج الذهب هذه من أبرز العوامل التي ستحرك الأسعار في العام الجاري لكن لنفصل هذه العوامل واحدا وواحدا لدينا خمسة عوامل أولها تواصل مشتريات البنوك المركزية من خلال ارتفاع المشتريات منذ عامين لدى البنوك المركزية تحديدا في أسيا وأمريكا اللاتينية كانت وتيرة متسارعة لمشتريات البنوك المركزية من الذهب وذلك بهدف دعم اقتصادها والتخلي عن الدولار الأمريكي وتخلي عن اليورو المعتلين نتيجة التضرر اقتصاديهما الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصادات الأوروبية بفعل الأزمة طبعا العملة ناقلة للأزمة أو بين قوسين هي عنصر ناقل للأزمة ومحاولة الابتعاد عن هتين العملتين سيكون سوفر جدار حماية لأقتصادات هذه الدول في أسيا وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى تنويع ورفع حصة الذهب من الاحتياطات هذه البنوك المركزية للمحافظة على قيمتها تحديدا واستخدام الذهب كمخزن للقيمة العنصر الثاني بالنسبة للعوامل الدعم للدهب العام الجاري يتعلق بقلق المستثمرين بشأن الأوضاع في منطقة اليورو القلق بشأن انتقال عدوى الديون السيادية بين هذه الدول لاحظنا كيف انتقلت العدوى من اليونان إلى دول أخرى نتحدث عن إيطاليا نتحدث عن بورتغال نتحدث كذلك عن إسبانيا وهناك الكثير من الأقويل حول هذه القضية بالإضافة إلى الفشل السياسي بين قوسين في إيجاد حلول لهذه الأزمة بالإضافة إلى القلق بشأن أوضاع القطاع المصرفي وانكشافه على أزمة الديون اليونانية تحديدا هناك مخاوف من أعلان إفلاس اليونان وبالتالي هناك تضرر كبير لكثير من البنوك ومن البنوك من فقدت تصنيفاتها الايتمانية بالإضافة لأن الأرقام تشير إلى أن الاستثمارات أوروبا في الذهب بلغت مساويات قياسية في الربع الثالث من العام 2011 ووصلت إلى أربعة مليارات وستمائة مليون دولار طبعا نتحدث عن استثمارات في الذهب هذا يؤكد لنا المخاوف بشأن أوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو ثالث العوامل المتعلقة بدعم سعر الذهب أو أقية الذهب في الأسواق العالمية في العام 2012 يتعلق بالتحوط بالذهب لدى الصناديق الاستثمارية التي تسهل حماية المستثمرين أو تدفعهم لحماية أنفسهم بالذهب طبعا بالإضافة إلى تدفق الأرقام تشير إلى تدفق الصناديق الصناديق الذهب المتداولة بواقع 77 طن فاصل 6 في الربع ثالث من العام 2011 إذن ارتفاع وثيرة التدولات بالذهب وإستخدام الذهب كتحوط لدى الصناديق الاستثمارية علما أن الذهب من أساسيتها أو ما يجعل قيمته أو ما يخلق قيمته هو أولا الندرة بالإضافة إلى استخدامه منذ الأزل كمخزن للقيمة وهذه الخاصية التي لا تنطبق على النقود الورقية التي ولو أنها في وقت ما باتت مغطاة دون ذهب وأخذت قيمة أخذت من الاقتصاد التي تمثلها نقصد ذلك الاقتصاد الأمريكي لكن احتزاز أوضاع الاقتصاد الأمريكي تهز كذلك بقيمة هذه الأوراق المقدية ويبقى الذهب ذهبا ويبقى مخزنا للقيمة لا بديل عنه وهذا ما تؤكده الأرقام والوقائع الاستثمارية رابع العامل الداعمة للذهب في هذا العام ارتفاع نهام الصينيين وحبهم للذهب والمجوهرات إذن ارتفاع طلب الصينيين في الربع ثالث من العام الماضي وصل إلى 13% على المقتلنايات الذهبية أو على المجوهرات تحديدا كذلك شهدت الصين في الفترة الأخيرة توسيع للمحلات المجوهرات التي تبيع بالتزئة للنطاق عملها لتشمل المدن الصغيرة للاستجابة للطلب المتزايد على الذهب لدى الصينيين وهناك عامل كذلك مهم جدا وهو توقع ارتفاع الطلب أو توقع ارتفاع الدخل لدى الصينيين هذا سيكون عنصر داعم قوي بالنسبة لارتفاع الطلب على الذهب لدى الصينيين خامس العوامل الداعمة للذهب أو لسعر قية الذهب في هذا العام صعوبة الحصول على تصريح لاستخراج الذهب بالإضافة إلى صعوبة إيجاد إيدعاة كبيرة من الذهب وكذلك ما يتعلق بصعوبة إيجاد جيولوجيين مهر وارتفاع تكاليفهم أو ارتفاع تكلفة الحصول عليهم واستخدامهم لاستخراج الذهب بالإضافة إلى ارتفاع نفقات المناجم الرأسمالية حيث وصلت إلى حدود ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار علما أن مناجم الذهب حتى تدخل الحيز التشغيلي تحتاج إلى قرابة في بعض الأحيان عشر سنوات حتى تبدأ الإنتاج الفعلي وبالتالي هناك استثمارات طويلة الأمد وصعوبة كذلك في مواصلة الاستثمار في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر